شو سبب رفضك لجائزة تكريمية من مصر؟ كتير قديمة هيدا القصة أول شي كانت نازلة أقولي إزاي تكرمت من جريدة الجمهورية يمكن تكرمت من جريدة الجمهورية أفضل مطرب أنا ما كتير حتى بوقت هلأ ما أكيد بعرف بس بوقتها شو مطرب شو مغني وشو مقال ما عنده هيدا مش هيدا المهم المهم كانوا شوي مركبين حفلة على هيدا مش بس أنا كان في عدة فنانين يعني معروفين حتى لهلأ شركة الإنتاج الساس جامال واروان وحبيب رحال مدير عاملة بوقتها لقوا أنه لا عم بيعطوني جايزة كرمل أطلع غنة أربع خمس أغاني ويكونوا عاملين حفلة رمضانية على حسابها سو قلنا أنه أنا أنا أصلاً ما حبيت كلمة مطرب بقلت أنه ما حبيت كلمة مطرب شنك رفضت كانت شوي كذبة مش أنا كذبة منك بسال صحيح بالوصل أنه نهي جاموك لأنه عارفوا أنه عم تحضر لتعمل ويب سايت إباحة أبداً هيدا الإشاعة طلعت من وراء غلطة أنا عملتها تقول لك الحقيقة أكيد ما وين هو الواب سايت الإباحة؟ يا حصرت وكنت عملت مصاري كنت مليانت يا غيب أمزح يعني أكيد بس تقول لك هي صارت الغلطة بصحفية جيت لعندي على البيت بمصر بالمهندسين كنت ساكن هناك فترة أجلت عم تعمل معي معي حبيب وكانت قصي علي بالأول من كلمة لكلمة لكلمة قالت لي مثل ما أنت هلأ شوية جغبت بس كنت على أشيك مني هولا الكليبات بورنو بورنو كليب هولا هيدا بورنو دا بورنو تقول لأ بورنو بورنو هفر جيكي شو لبورنو نقطر يموت كنترول تعافي على الساتيليت بحط أنا مستأجر بات حطيت لأ يا عيب الشو والله يسمى عملت حالة وفلت الآن غلطة مني واليوم بعترف لي حتى قلت لأ تحضر بورنو لا أنا أفرجيها شو الفرق تصميتني بورنو حتى قلت لأ بديك تشوفي شو الفرق ممكن من أني كشايفة حطي لك على السغية هيك لمحة تتعرفي شو الفرق تبنت هلأ هيدا لحدغني بنت عم تاكمل هيدا هيدا شستك شو هيدا بورنو أوكي صدمكم بس بورنو مرة واحدة راحيت وكتبت هيدا الشي عني وانتشر وروح لي حفلة بالA.U.C ثلاث أربع أعراس لا تتصع لك كانت متهورة اي كانت متهورة أنا بعدني الهلأ بغلاط لأني إموشنال وعصبة هلأ عم بشتغيل على اني ومدitation وتبتعي لك أول تدربني أول شيء أنت محبتك خاصة شكرا